إليكم هذا الخبر الذي وصلنا على التوى بدعوة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون شارك فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو صباح اليوم في عمال الطاولة المستديرة لحجد التمويل للبرنامج الوطني والاقتصادي لجمهورية النجر في الفترة بين 2017 و2021 تقرير الحبيب حميد محمد تأتي عمال الطاولة المستديرة لحجد الدعم للبرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية لجمهورية النجر لفترة 2017-2021 مع المنحين الدولين على هامش قمة المناخ التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس والتي شارك فيها فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وباعتبار أن تشات والنجر تربطهم مع علاقات أزلية في مختلف مجالات التعاون شارك فخامته في عمال هذه الطاولة وقد اتخذت جمهورية النجر حقبة تنميتها الحالية في ظل رئيسها الحالي مماد يوسفو وأنالة استقلالها هي الأخرى آمي 60 أي 57 عاما من الاستقلال ولمزيدا من التطلعات وتحقيق طموحات الشعب النجر فقد اتخذ الرئيس يوسفو مماد العاصمة الفرنسية باريس ينظم هذه الطاولة التي تصب إلى حج دعم متكامل من الاقتصاد النجر والذي يشهد تراجعا متزايدا أسوة بدول القارة السمرى ودول الجوار وتستمر عمل هذه الطاولة المستديرة والتي حضرها فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو والوفد المرافق له حتى يوم غد الخميس الموافق الرابع عشر من ديسمبر الجاري بلادنا تشات أيضا في زل فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو نظمت طاولة مماثلة في شهر سبتمبر المنصر وفي نفس العاصمة الفرنسية حضرها الرئيس المورتاني محمد ولد بن عزيز وقد حققت طاولتنا المستديرة آنذاك نجاحات مرموقة وذلك بدعم من أشقاء بينهم جمهورية النجر الشقيقة وحتى تصل إلى تحقيق غاية التنمية الوطنية والاقتصادية لجمهورية النجر فإنها تتطلع إلى حجد ما لا يقل عن 800 مليار فاصل 500 مليون من الفرنكات الأفريقية وما تبقى من القيمة الإجمالية الأموال المراد حجدها وهي الستين في المائة ستترفق من العداد والموارد الطبيعية لجمهورية النجر والبرامج الوطني للتنمية الاقتصادية في النجر ستنتلق قافلته التنموية بمساعدة القطاع الخاص والعام ودعم المهن والصناعات الخفيفة مع مراعاة ومساعدات وتنمية المنظمات غير الحكومية والتي تشكل قتلة قوية للاقتصاد الوطني في النجر وننوه أن آخر طاولة مستديرة نظمة للمراج الوطني للتنمية في تشات كانت في الفترة ما بين 2012 و2015 ومشاركة فخم الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو في عمل هذه الطاولة المستديرة لحجد الدعم في النجر سيكون له صدا عارما ويؤكد الرغبة الصادقة للعلاقات الأخوية التي تربط أنجمنا ونياما ترجمة نانسي قنقر